موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بيروت اليوم أستضيف فيها النائب جورج عائس والصحافة توني بولوس أهلا وسهلا فيكم يعني بكل هذا المشهد المحتدم بالمنطقة بلبنان تحديدا والجوار أول شي بدنا نعزي الشهداء اللي سقطوا بالأمس بالاعتداء الإسرائيلي على الضحية الجنوبية وبنكرر طبعا أسفنا لكل اللي عم يتعرض له لبنان إن كان بالجنوب وحتى بالبقاع وبالضاحية الجنوبية من اعتداءات من العدو الإسرائيلي اغتيال حد الآن بعد ما أعلن حزب الله عن فؤاد شكر وأيضا اغتيال بإيران لرئيس المكتب السياسي لحماس معين هنية اغتيالات أو اعتداءات إسرائيلية أيضا بالعراق بجرف الصخر وهلأ عم نشوف أنه في أيضا ربما اعتداء أو نوع من قصف إسرائيلي في سوريا كيف يمكن تقييم ما يحصل؟ كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟ هل هي الحرب الشاملة؟ هل إسرائيل توجه رسالة إلى كل الصحات التي ساندت غزة؟ خليني بلش أقول أنه الكلام أي كلام في هذا الظرف عملية محفوفة بالمخاطر يعني هالأد عم تتسارع الأحداث فممكن تقولي شيء اليوم يطلع بعد ساعة تحليلك لا يستقيم مع الواقع لأنه هالأد الواقع عم بيكون متغير ومتفجر خليني أقول أنه يعني اليوم لا نملك إلا سلسلة من الإدانات أولا إدانة انتهك إسرائيل للسيادة اللبنانية وهيدي راح نضل يعني ندينا إلى ما شاء الله لأنه نحن دولة مستقلة وإسرائيل تنتهك سيادتنا وهذا أمر نرفضه وندينه ندين أيضا استمرار حزب الله بمصادرة قرار الحرب والسلم وأنه لا أريد أن يسمع أحدا أنه هو الذي يقرر ما الذي أن يحصل في لبنان وعم بيكبدنا ما نتكبده وليوم فينا نتأكد أنه الموسم الصيف انتهى قبل أن يبدأ وهذا خلينا نشوف بعد شهرين أدالح يكون عنده أثر اقتصادي سلبي جدا أنه دين أيضا ما حصل مع الإعلاميين مبارح خاصة الفريق الام تي في الضحية الجنوبية وأنه سيغطوا خبر وعم بعرضه أمن وعم بعرضه أمن لحتى ينقلوا الحقيقة والواقع لللبنانيين شفنا كيف تم التعامل معهم وأنا شخصيا هون هيدا شي شخصي أنا كمسيحي أنا أدين الشماتي بالموت مما كان يكون أنا لا أحب أن تتم الشماتي بالموت لأنه نحنا شفنا وقت اللي كان يسقط لنا شهدها بـ 14 أدار وقت اللي كانوا يشمتوا بموت هؤلاء القاضي من 14 دار قديش كان هالأمر يصيبنا اللي بدي أول وجوابا على سؤالك ست نبيلة أنه واضح أنه إسرائيل تستعجل أمر ما وأنه نتنياهو يبدو أنه عائد من الولايات المتحدة ما بدي أقول بضوء أخضر لفتح الحرب قبل الزيارة ليس كما بعد الزيارة على ما يبدو واضح أنه الاستهدافات يعني أولا عندك ما ننساها الهجوم الصاروخي على المينة باليمن وهيضا كان تطور كتير كبير وافتكر هذا رسالة لإيران أنه نحنا كمان قدرين نضرب مش بس يعني المنشآت النووية قدرين نضرب المنشآت الحيوية اللي أنت يا إيران تتغذي منه وبتغذي اقتصادك واقتصادات الأزرع تبعيك اللي هي المرافع لأنه هي دولة تعتمد على النفط والاغتيالات اللي صارت بين الأمس واليوم واللي هيئتها يبدو أنه يعني مش معروف لا سقفة ولا مداها ولا الحدود اللي ممكن تتوقف عندها في استعجال إما لجر الفريق الآخر يعني الممانعة محور الممانعة إلى مفاوضات بيكونوا فيها ببيت اليك مثل ما بيقولوا وأما أنه يستعجل الحرب الشاملة وأنا يعني خليني أقول أنه اللي بهمني هو أين تكمن المصلحة اللبنانية العليا أنا هذا اللي بهمني بوسط كل هالغبار وهالدم اللي عم بيسيل في المنطقة أنا بهمني اسأل سؤال أين تكمن مصلحة دولة أنا مصلحة لبنان هل هي متحققة بكل ما يجري طبيعي لا هل هناك حل يمكن أن نسلكه جميعا بما فينا حزب الله نفسه لكي نجنب لبنان مزيد من المآسي وكي نحقق المصلحة الوطنية العليا بقول نعم وقلناها من أول نهار بـ 28 بدأنا نقوله أنه هلأ طبقه الـ 1701 كبداية للحل الكبير بالمنطقة اللي لا يمكن أن ينتهي إلا مع إقرار إسرائيل بحق الفلسطينيين بأنه يكون عندهم دولة مثل ما هو إقرار إيران وحزب الله بأنه يكون نحن عنا دولة زيت سيادي يعني أنا اليوم بشبه وضع اللبنانيين لوضع الفلسطينيين نحن مش أحسن من الفلسطينيين هني عايشين على أرض لا يملكون السيادي عليها ونحن عايشين على أرض بلبنان لا نملك السيادي عليها لأنه عم نشوف وزير الخارجية شو عم بيصرح وعم نشوف الحكومة يعني عم تشبه الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين باحتلال حزب الله للبنان عم شبه وضع الشعب الفلسطيني بالشعب اللبناني تماما تحت احتلال عم بقول أنه نحن لا نملك السيادي بقرارنا عنا دستور ما عم نلتزم فيه عنا قرار حرب وسلم يجب أن يكون بيد الدولة وبيد الجيش الشرعي مش موجود شي من هالموضوع أبدا على الأرض موجود عكسه ونقيده أنه فيه حزب هو اللي بيقرر وهيدا الحزب بنعرف من مين عم بيتوجه ولخدمة أي أجندة عم بيشتغل برجع بقلك أنا علي أن أسعى إلى البحث عن المصلحة اللبنانية العليا بخبرتك الآنونية استيجار يعني بدأ انطلئ من تغريدة للصحافي سيمو أبو فاضل عم بيقول ألا يتطلب ارتكاب إسرائيل جريمة الضاحية حضور القاضي فادعائي إلى المكان والطلب من الأجهزة الأمنية إجراء اللازم مع احتمال فشلهم لأكثر من سبب لأن العملاء باتوا كثر في بيئة الممانعة ويهددون أمن البلاد في حين يتهم فريق الممانعة كل من الراعي جعجع الجميع لسعيد وأعلميين ونشطين بالعمالة لمطالبتهم إنقاذ لبنان من براثن إيران ويرفضون حرب المشغلة التي وضعت لبنان أمام المجهول سؤال يسأل اليوم نحن لو في دولة وعم نشوف هذه الخرقات من عدو خرقات للسيادة وخرقات لمعلومات أمنية جدا مهمة وجدا دقيقة ألا يطرح نقطة استفهام حول موضوع العمالة يعني من يعطي هذه المعلومات للعدو الإسرائيلي من يخرق هذه الساحة أكيد إسرائيل عنده إمكانيات متطورة تقنية ومقابرتية بس بتقديري لا تملك القدرة على اغتيال بالعصر فؤاد شكر بعد مصلال إسماعيل هنية واليوم هلأ عاملة عملية بالشكل أكيد فيه دعم أمريكي واضح وهذا يجب أن يقرأ بالسياسة من قبل كل الدول الموجودة هون وأكيد فيه خرقات بالبيئات الموجودة فيها هذه الفصائل كمان عم بتساعد إسرائيل بالوصول إلى أغتيال بحالة الدولة الطبيعية شو بين عمل أمام هكذا خرقات يعني المشكل عند حزب الله أنه هو عامل بيئته الحديدية اللي ما فيك توصلي له يعني إذا هو عنده فعلا عملة متل ما عم بيلمح استاذ أبو فاضل إليش فكرك بيخلي يعني الدولة تحقق معهم أو 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 أنا عم بحكي بشيناريو طبيعي يعني لو في دولة وأجت إسرائيل هذا جرم جرم بقانون العقوبات هو الاتصال وإفشاء معلومات أمنية أو شو مكان لمصلح الدولة أجنبية وهون مش بس دولة أجنبية دولة عدوية أكيد يجب فتح تحقيق لو كنا متل ما عم بقلك ومتل ما عم تسأل دولة طبيعية بس نحنا دولة برجع بقول لا تملك لا قرارة يعني بالحرب والسلم وبالدفاع عن أرضها ولا تملك القدرة على الوصول إلى مناطق وأراضي لبنانية شاسعة ومنها المنطقة اللي حصلت فيها الجريني أبس استي ستوني أمام هذا الواقع يعني مثل ما ذكر استي سيمو يعني كل اللبنانيين يخونوا بهذه اللحظات الساحة اللبنانية شو عايزة اليوم هل عايزة وحدة إلى جانب حزب الله تيقدر يواجه إسرائيل لأنه الخطر صار كتير كبير يعني أول شي خليني أقول أنه بوافق سيد جوش على اللي يتفضل فيه من ناحية السرد الاستنقارات وتحديدا نقطة الشماتة بالموت يلي فعلا كانوا يعينوا منها كوار 14 دار عندما يسقط كل شهيد ويضيفوا حلو بالضحية الجنوبية ويبتهجوا أنه قتلوا أحد الأشخاص هذه نقطة أسية وهذه أكيد يعني اليوم لا شماتة في الموت ولكن خلينا نقول نحن هذا القرار أخذوا حزب الله بقرارة نفسه بكامل إدراكه ووعيه أخذ هذا القرار دون العودة إلى اللبنانيين ودون استشارة اللبنانيين وعب يتسبب بقتل عن عناصره ومدنيين عم بيكونوا بمكان ما أكيد يسقطوا عن طريق الخطأ هذا الموت يلي ما بدنا بقى نعيشه في لبنان وآن الأوان أنه نقول أنه ما نرجع نعيش حياة طبيعية في لبنان كل هالسنوات اللي مرأت وكل سنة وكل صيفية في عنا سبب تحت تنتقس الصيفية الموسم السياحي اللبنانيين دائما بحال اضطراب وقلق هذا بشكل دائم هذا كله بسبب غياب الدولة اللبنانية لأنه ما في عنا شيء اسمه دولة في عنا ميليشيا اسمه حزب الله لديها أجندة إيرانية تريد تطبيقها بشتى الوسائل لدار بعرض الحائد أي مصالح للبنان واللبنانيين وطالما الأمر بأمر بهذا الشكل لن تستقيم الأمور هذه الميليشيا لديها حكومة يعني هون الخطورة بالموضوع هذه الحكومة تنفذ باتة مطية يعني وقتنا عم نشوف وزير خارجية لبنان تحرك بعد ما كان مش موجود على الساحة لمدة طويلة فجأة بيتحرك نشوفه نزل على الساحة بلش يبرر وبلش يعطي رسائل معينة تبين أنه هالرسائل حزب الله عبدالد مررها وخاصة قضية وقت البلش يقول أنه الضاحي بمعزل على الاستهدافات هذه الرسائلة حزب الله كانت برقة معنويا لبيقته بعض القلق اللي صار وخوفه من النزوح والنزوح بس بعدين نفيه أنه غير صحيح أنه فيه معلومات بس أنه طلع طمّن وناس طمّنت بناءا أنه هو وزير خارجي يفترض أنه معلومات من دول ومن أجهزة دولية كبيرة تبين أنه معلوماتهم عن حزب الله بهدف طمّنة ترأيي العام بهدف امتصاص نقمة معينة لمرحلة معينة فبقى أنه يكون هناك وزير خارجي يعمل بوك عن حزب الله لا يعمل وزير خارجي فأكيد هذا يعرض الاستقرار الداخلي لمخاطر كبيرة لأنه لا يوجد مؤسس اسم حكومة وهنا أريد أن نشغل بين 2006 واليوم من 2006 كان هناك حكومة لبنانية هالحكومة قدرت تواصل مع المجتمع الدولي وقدرت جاء بتوقف لإطلاق النار لأنه كانت حكومة لا تعتبر حكومة حزب الله عندها هامش الحركة وأكتر من هيك وقد كان حزب الله تحت القصف وعم بيترجى في قد السنيورة أنه جبلنا أي وسيلة تأثير في وقف إطلاق النار وقدروا حولوا بنود درومة السبعة للقرار 1701 كان يفترض أن يصلوا القرار الدولي 1701 تحت الفصل السابع ولكن ضغط السنيورة والحكومة بوقتها انطلاقا من إيمانا أنه سنلبن حزب الله والمجتمع الدولي كان يسك بالحكومة أنه ممكن توصل لحل نزل للفصل السادس اليوم هالحكومة بوقتها نجحت لأنه كانت مستقلة اليوم عم نحكي عن حكومة حزب الله بالمباشر يعني ما عندها هامش تفاوض وزير الخارجيه بيطلع بيقول الحكومة هي حزب الله والحزب الله هو الحكومة يعني ضرب كل هالخط الرمادي الفاصل بين الاثنين وحط لبنان الرسمي بمواجهة مع المجتمع الدولي وأيضا مع إسرائيل ياللي صار زبتشن حرب بطل تقول في حزب الله وفي لبنان صار لبنان ككل بس لهذا بعد إسرائيل يعني وهذا الحطر الكبير وهذا وزير خارجية لبنان أخذنا هذا الورطة ياللي احنا كمان بعيد عنه شو الغاية وشو الاستفادة إنه نحط لبنان الرسمي بهذا الشكل بمواجهة المجتمع الدولي ونجي نقل له هيدا حكومة حزب الله أنت أي شيء بدك يهن نحن عبارة عن صندوق بريض منوصل له ونجب لك منه أمام خطر إسرائيل وكلنا بنعرف إجرام إسرائيل ألا يتطلب بمحال كمان الوقوف إلى جانب حزب الله لمقاومة الاحتلال؟ برأيي الأمر مختلف تماما وهون أنا بنطلق من مواقف وليد جملات اليوم نحن مطلوب ووقف وطني ضد حزب الله حتى نردعه لأنه إذا قفنا ككوة سيادية وكل الكوة اللبنانية بوجه حزب الله يمكن هذا الشيء بيخلي حزب الله يتطلع يقتنع أنه في مصلحة لبنانية وفي إجماع لبناني لا يريد الإنجاء لهذه الحرب وبالتالي عيد حساباته قبل ما فوت بموضوع النائب والجملات لأنه كمان بدأ أسأل عن موقفه من ما حصل بمجد الشمس استجار يعني ما حصل بمجد الشمس وكأنه نوع من استدراج لما يحصل الآن إسرائيل كانت عم تجرب تلاقي عذري يعني حزبه الله لم نقنفى أنه هو يكون له علاقة بما حصل وبمنطق الأمور أن حزب الله حزب الله لن يقصف من تقافية عرب أنا أفتكر يعني ما حدا من الفريقين المتنزعين عايز كان عذر لي إذا بدك تأوية الصراع وتأوية المنسوب الحرب لأنه الزريعة موجودة من 28 الأول وقت اللي قرر حزب الله يدخل به الإسناد والمشاغلة ونعرف دائما أنه إسرائيل مش دائما تحتاج أو تنطر الزرائع يعني بتنفذ عدوانا بدون ما يكون فيه زريعة بس أنا يعني بهمني بس أرجع على نقطة وحدة حضرتك سألتها هي هل هل المطلوب اليوم الوحدة الوحدة حول حول ماذا؟ ما هذا السؤال؟ أمام عدو؟ بدنا نتوحد حول كيف ننقذ هذا الوطن من مزيد من الانهيار من مزيد من الدمار من مزيد من المقاسي هذه الوحدة المطلوبة بعدين الوحدة ماذا تستلزم؟ تستلزم الحد الأدنى من الرؤية المشتركة بين مكونات هذا الوطن وهذا الأمر بش موجود؟ ما عنا بقى رؤية مشتركة نحن وحزب الله نحن بدنا نشيل لبنان من أتونا الحرب بدنا نحيد لبنان ونعلن حياده بالملأ عن كل هذه الصراعات لأنه خلص يعني الشعب اللبناني وصل الغضب عنده إلى أقصى الدرجات واليأس أيضا إلى أقصى الدرجات وهذا أخطر من استمرار هذه الصراعات ومن استمرار استعمال لبنان صندوق بريد وساحة لتبادل الرسائل بين القوى الإقليمية والدولية وأيضا تستلزم الوحدة بين مكونات الوطن أنه يكون فيه تهديد خارجي فرض فرضا على لبنان أنا السؤال مش فريق من اللبنانيين هو اللي دخل إفراديا في هذه الحرب وسميها وقال شو غايته اعتبارا من 28 الأول أنه أنا سأدخل بالحرب ضد إسرائيل لمساندة شعب غزة شفنا أنه ما ساندوا بشي وأنه ما قدر يعني يخفف عنه الضغط بولا أي مرحلة من مراحل هالأشهر الممتدة من الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقدت إلى خراب لبنان مش عم بقلك أنا ضد الوحدة بس أنا علي أسأل أنه إذا حزب الله اليوم قرر أنه الألف وسبعمائة واحد مثل كل اللبنانيين ما عم بيحكوا أنه هو المخرج لإنهاء القتال لإنسحاب إسرائيل لوقف عدوانا على لبنان أكيد نحن ما بدنا بعد هذا التصعيد ما بدنا الألف وسبعمائة واحد أن ينفذ ولا يجب أن يفهم كلامنا أنه نحن بدنا الألف وسبعمائة واحد أن ينفذ من جهة واحدة هي جهة لبنانية نحن بدنا أنه يتنفذ من إسرائيل ومن من لبنان ولكن على لبنان أن يعلن وأن يفوت حزب الله هذه الحكومة اللي بعدها لليوم بلسان رئيس الحكومي كل يوم بيقلنا أنه نحن الألف وسبعمائة واحد منعتبروا خشبت خلاص تب بيدروا روحوا على الأمم المتحدة الدعي شرف يا دوت الرئيس مئاتي لماذا بتدعي سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن وتقول لهم أنا حصلت على تفويد من حزب الله بالدخول بعملية تنفيذ الألف وسبعمائة واحد مثل ما كان بس بعد الألف وستة نفذ الألف وسبعمائة واحد ولكنك في خروقات إسرائيلية عديدة يعني شبه يومي منوقفها أكيد نحن مندينا وبلشتلك بالحديث بإدانة بس من يضمن أنه إسرائيل ستلتزم نضمن وقت للدولة اللبنانية تقول أنا مستعدة لتنفيذ ما هو ملقع العاطقي من الألف وسبعمائة واحد أي نشر الجيش اللبناني على طول خط اللي طاني وصولا إلى الحدود مع يونيف المعززة وأنه أنا وقف إطلاق النار من الجهة اللبنانية شرط أن يتم الالتزام من قبل إسرائيل بالتوازي و يعني بالموازاد وصولا إلى تنفيذ هذا القرار وقت الحزب الله بيعمل هاك وقت الحزب الله يفرج عن الانتخابات الرئاسية وقت الحزب الله يفرج عن تحقيق بجريمة أربعة آب اللي هلأ نحن بأسبوع الزكرة الرابعة وبعد ما حدا عارف الحقيقة بانفجار طال نص العاصمة طيب ما هو يعني مسلف كتير اللبنانيين مواقف ضد مصلحة الشعب اللبناني وقت اللي عم تطلب الوحدة نحن عم نقول بدنا الوحدة النية موجودة لنكون كل اللبنانيين موحدين من ضمنهم حزب الله وحركة أمل والطيار الوطن الحر وكل الخصوم بالسياسة بس شرط أن نلتزم بأهداف واحدة ترعى المصلحة الوطنية العامة برج عبوش نعم استيستوني هل يمكن الحديث بعد عن توازن قوى بين إسرائيل وحزب الله يعني عم نشوف قواعد اشتباك بس عم نشوف أنه الأهداف اللي عم بطالة إسرائيل جدا موجة على الحزب يعني برأي كل السرديات اللي كان يقول حزب الله عمليا توازن رعب وأنه هو يردع إسرائيل وأنه بوجوده هو يمنع أنه إسرائيل تهاجمة سقطت كل سواء ولماذا هاجمت إسرائيل أخرى سقطت يعني آخر واحدة مبارح وقت اللي كان يقول أنه الضاحية الجنوبية مقابل طلقبيب ومطار بيروت مقابل مطار بن جوريون وهالمعادلات اللي عم نحكي عنها لا فعليا اليوم الرادع الرادع ما أنه حزب الله اللي رادع الأمريكي اللي رادع كان هو الأمريكي الأمريكي هو اللي كان يردع إسرائيل من مهاجمة حزب الله في الفتر الماضي وحتى الإيراني والمحول الممانعة كان مراهن أنه الأمريكي يردع ولكن لشفنان بارح واليوم يعني عبر استهداف بيروت واستهداف بلال تهران وهلأ سيدة زينب وقبل أيضا اليمن من منطقة الحديدة بفرج أنه وكأنه إسرائيل علنت حرب شاملة أو راحت بتحدي هائل وعالي السقف مع محول ممانعة كله سوا وعم بتقاله فضل فرجيني التهديدات والمعادلات اللي كنت عم ترحب وقت سابق فهذا التحدي الكثير كبير بحط المحور كله سوا على حافة عدنم أقواله إنه هالأقوال اللي بتقول أنت وين صارت هل هي أقوال ولا حقيقة فهون ما نشوف إذا كان جدي على المحور المقاوم الأقل تقدير يفوت بحرب شاملة ما يسأل هيدا هي الحقيقة ولكن برأيه تفاجأ المحور بهذا الهجوم الكبير الواسع اللي إسرائيل وحدت فيه الساحات مش المحور الإيراني وحد الساحات هالأ المفارقة كانش بتوقع أنه حيكون هذا الوضع بهذا الشكل وما كان عارف حياله حيكون قدام هذا الخيار خيار صعب لا يحصدوا عليه إن كان بإيران إن كان في لبنان إن كان في سوريا إن كان في اليمن تنشوف شو بدي يقرر وشو بدي يعملوا إذا بدي يروح على رد شكلي تشولح بعض الصواريخ من إيران على إسرائيل أو من جبهة من حزب الله على إسرائيل هذا رد شكلي جدا ويعني هدف حفظ ماء الواجه بس أنتو بسيط الوضع ما بسيطون حرب وإذا عملوا رد بتقولوا رد شكلي أنا عم بحكي هني شو عم بيقول ومما بدقوا يعني أكيد نحنا في لبنان واللبنانيون لا يرديون الحرب ولكن أنا بدرجي أقول هني بنيوا خطابهم وبيئوا منظومتهم وهني عيشوا بيئتهم واللبنانيين عهد المفاهيم وعهد قوة الردع يعني هو بقي كلها سنين يقلنا أنا قوة الردع يعني إذا بدرجع أنا حزب الله كيف مسك الجنوب بعام 2000 سحبت إسرائيل منعرف أنه أكيد كان في دور للمقاومة ولكن كان في مفاوضات قدرت ألمانيا ونتيجة هالمفاوضات كان في اتفاق أمريكي إيراني أنه الجنوب يسلم لحزب الله وكان في حكومة بائسة بوقتها برئاسة سليم الحص وقعت أن حزب الله يدير الجنوب دون دخول الدولة اللبنانية وبقى الجنوب من 2000 إلى 2006 تحت سيطرت حزب الله مباشرة لا يوجد شرطة بلدية للدولة اللبنانية في 2006 صارت الحرب وإجاء القرار دول 1701 حكينا بالإطار ولكن حزب الله هلتف عليه وههم يقولون حزب الله أول منع تطبيقه وكيف إذا نتذكر في 2007 بعد قد بدورية لليونيفل الدورية الإسبانية بتكون بالجنوب بيطلع انفجار فجأة بالدورية ويسقط خمس جنوب ومن بعدها بتتكرر حوادث ضد اليونيفل وساعة اليونيفل بتتراجع عن دورة اللي مو كلق له بوقتها وصارت دورة هامشة جدا وهون بلش يتمدد حزب الله بالجنوب ويرجع يكون موجود على نطاق الجنوب وصار الجيش لبناني حضوره شكلي واليونيفل حضوره شكلي لأنه كل ما بتعرف مهمة تحت عنوان الأهالي حتى الـ 1701 المقاتلين بحزب الله هم أهالي المنطقة يعني شعب تلو روحوا سكنوا غير محل راح يكونوا ساكنين ببيوتهم وموجودين بطبيعة الحال يعني اليوم تفرق يكون مواطن قاعد ببيته وفرق ما جايب معه صواريخ ودبابة وعامل خلية على الكارية وعاد يكون معركة ويكون الجيش هو المولش بالأمن بالضبط ويكون الجيش هو الجيش ممنوع يتحرك عنده مواقع محددين له إياها وين بيكون موجود فيها هذا هاي هو السمممية وواحد وخليني هكاك ترقنا على السمممية وواحد المطلوب منه مش بس نحن بجزئية حماية إسرائيل أو إبعاية حزب الله على الجنوب لألف سمممية وواحد هو جزء من البيانات الوزارية المتعاقبة تاني نقطة هو بنص على كرارات دولية كتير أزرسية الخمسة عشر و خمسين يلي بيقول تسليم سلاح الميليشيات للدولة اللبنانية وبسط الدولة اللبنية سلطتها وبيتحدث أيضا على القرار 16-80 يلي برسل حدود مع سوريا وعندها تنتفي قضية مزارة شبعية يلي هي الزريعة يلي بيتزرع فيها حزب الله تقول في عنا أراضي محتلة فإذن هذا تطبيق القرار بمندرجاته كافة هو استكمال وهو لا يتناقض أبدا مع الطائف خاصة هذا الكلام ووجه للجهات اللي فلأت الناس وتزايد باتفاق الطائف بنقول نفس البنود لأنه أول بنت باتفاق الطائف بيقول بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها وتسليم سلاح الميليشيات للدولة اللبنانية ما قال إنه في ميليشيا واحدة اسم حزب الله مش لازم تسلم سلاحة لاحق الحكومات الاحتلال السوري عملت هذه النظرية وشرعت سلاح حزب الله نعم استاذ جورج بقراءة للمشهد هل مننسى المشهد الداخلي والفراغ الرئاسي وكل التركيز اليوم على موضوع الحرب الضربة يعني ماذا سيحل بهذا كلمة نعم أكيد يعني مش بس مش نسين الرئاسي هلأ مرأ بالحديث أنه مش نسين جريمة أربع عقاب يعني اليوم الشخص اللي عنده مسؤولية ما مفروض يعني ينصرف إلى ملف وينسى ملف آخر ولكن عندما تتزاحم الأولويات بدك ترد بهذه الأولويات اليوم أكيد الأولوية هي تجنيب لبنان الحرب الشاملة كيف ومعها مع تجنيب لبنان الحرب ويمكن من متممات هذا التجنيب هو انتخاب رئيس جمهورية لأنه انتظام عمل المؤسسات في لبنان هو عامل مساعد لتحضير البيئة في لبنان سواء للسلام وسواء للحرب يعني وجود رئيس جمهورية هو اللي بيتولى محاورة الدول الأجنبية هو اللي بيتوجه إلى الأمم المتحدة هو اللي يقود أي نوع من أنواع المفاوضات أكيد أفضل بكتير من وجود الفراغ وأكيد يخدم فكرة عدم زاج لبنان بأتون الحرب فهو الفكرتين إذا بدك يعني ملتقيين مع بعضهم عم نشتغل عليه وأننا على الأقل كفريق معارضة بالتوازي يعني نصرف هلأ أغلب اهتمامنا بموضوع الرئاسي وشفنا خارط الطريق اللي كنا عم نتحور معه مع مختلف الفرقاء باستثناء السناء الشيعي اللي رفض أنه يتحور معنا حوله وللمفارقة يطلبنا بالحوار ويرفض إجراء حوار بدون فريق المعارضة وأكيد يعني بالأسبوع الماضي حتى قبل اندلاع كل هذه الأحداث وقبل مجد الشمس وقبل كلها العنف اللي صار بهاليومين تقدمنا بعريضة إلى دولة الرئيس بالريدي مطالبته بعقد جلسة مناقشة عامة لسنسة حكومة في الجنوب اللبناني بس أنا خليني يعني وبسرني هلأ الحديث معك نبيلة تنقول أنه يعني خلط المفاهيم بلبنان حاليا وخطاب الكراهي على فريق المعارضة اللي رافض الحرب وتخوينه واتهامه بالعمال يعني أكيد لا يخدم حزب الله ولا يخدم المصلحة اللبنانية هل نحن نساوي بين إسرائيل وفلسطين بالطبع لا نحن نعتبر أنه إسرائيل معتدية على حق الشعب الفلسطيني بأنه يكون عنده دولة هل نساوي وهذا السؤال السازج يعني يعطوه النواجر فيه أنه أنتم عم تساوي حزب الله بإسرائيل خيلة نحن إسرائيل بالنسبة لنا عدو ولكن حزب الله هو فصيل لبناني صحيح ولكن يعمل بأجندة ما قلنا عليها فيها لا تناسبنا برأينا نحن لا تناسب لبنان والدليل الواقع اليومي الملموس عم نحسه أنه لا تخدم مصلحة لبنان وصراعنا مع حزب الله من هذا القبيل هو صراع سياسي لن ينتهي إلا بعودة حزب الله إلى طريق لبنان مش طريق القدس أن يكون هدفه هو طريق لبنان وطريق قيامة لبنان مش طريق تحرير القدس هذه مسؤولية الفلسطينيين نحن كعرب مثلنا مثل كل دول العربية وهذا بفتكر يعني موقن الخلاف الكبير العقائد مع حزب الله نحن همنا نبني دولتنا لأنه معنا دولة هل هذا الوقت المناسب وأن ندعم حق الشعب الفلس هل هذا الوقت المناسب ما في توئيت مناسب أكتر لأنه بلغنا حد من الانهيار ما بقى فينا إلا ما نعمل دولة وهو هلأ حاليا بموقفه من الرئاسي بموقفه من المؤسسات بموقفه من فتح هذا الصراع وجبهة الإسناد بالجنوب عم بمنعنا أكتر وأكتر من بناء الدولة وعم بعمق جراح اللبنانيين أكتر وأكتر وعم بوصلهم إلى مرحلة من اليأس غير مسبوقة استيستوني ذكر دكتور جورج أنه التجنب يجب تجنيب لبنان الحرب ولكن كيف يمكن تجنيب الحرب ذكر أنه المعارضة أيضا عم تشتغل على هذا الموضوع ولكن من ناحية أخرى إذا بنا نطلع بالمشهد اللبناني الداخلي مش كل الناس عم تنادي بنفس الخطاب يعني وليد جونبلاط من يومين تحدث عن حادثة مجد الشمس وقال أنه مش حزب الله اللي عملها ودايما بيدعي أنه بهيد الفترة لازم نكون صف واحد إلى جانب حزب الله لمواجهة إسرائيل يعني خلينا بداية يقلك أنه أكسرية اللبنانيين ضد الحرب وهذا شيء إحصائها صارت واضحة أنه حوالي سبعين بالمئة من اللبنانيين ضد الحرب وهذا عن بقلو حتى نمنع الحرب يجب أن يكون هناك جبهة واسعة ضد الحرب وتتبلور ضد المسار اللي إخدنا لحزب الله تنردعه عن هالمسار اللي عم بيقول والي الجمعات بخطاباته وأنا بتفاجأ فيها صار له يومين ثلاثة وكأنه لأهو بيقول أنه نحن ضد الحرب ولا نريد أنا نجر إلى حرب شاملة يعني صار له كم يوم وكأنه مكلف بمهمة عم بيبرم على كل الإزاعات يطلع يقول أنا مع حزب الله وإلى جانب حزب الله بعد فيه تلفزيون يعني كينيا ما طلع عليه وإلى أنا إلى جانب حزب الله فهذا ما معرفت ما هو الهدف اللي عم بيوصل للعالم كله سوى برأيي صار في تحرك موازن بين وزير خارجي وبين وليد جملات وكأنه في أمر عمليات كله بأمر معين أمر من من أراد أمر من 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 حزب الله لا وليد جملات لا وليد جملات ولا عبدالله أبو حبيب عبدالله أبو حبيب تحرك بالمسار الديبلوماسي والحكينا الصيغة طبعا وليد جملات بحاجة لإله حزب الله تحت يعطي البعض الوطني والغطاء المذهبي لأنه بحاجة الحزب لليوم غطاء معين وبكل أسف وليد جملات في مفاصل معين أخطأ فيها كتير في عام 2005 لأوج انتفاط 14 أدار وقتل كانت متقدمة ورايحة باتجاه أنه فعلا تصير بناء دولة اجاب بنظرية أنه حلف الرباعي وطاعد نعم حلف الرباعي وحزب الله لبناني قاموا زيح المعارضة المعتدلة وقالوا نبيه بر هو المعتدلة وطاعد حزب الله بيصير لبناني تدريجيا شفنا هيدا الامر فشل أنا معبول مين كان فيه سعبول أنه هيدا الصيغة وهيدا الطرح كان فاشل بوقتة نظرية لبنانة حزب الله رجع بال2009 كمان خرج من 14 أدار ودمر 14 أدار ورحنا على هذا المصار في 2011 ما ننسى أنه تحت الترهيب السنائي والكمسان السود دخلوا بالحكومة لأنه عايزين درزي يكون بقلب الحكومة فواتوا على الحكومة بوقتها حكومة تجيب مئاتي من اللون الواحد فما في مفصل فات فيه بخيار السياسي إلا جنب يكون لجنب حزب الله البعض بيقول أنه فيه سياسيين في لبنان بيحبوا بأدن حزب الله مستفيدين من وجوده برأيي هاك قوتهم من عدم وجود دولة وبناء دولة حقيقية وهذا بأويل وفوزهم بصير في محاصصة بصير وهم مرجعية الناس بصيروا تحكموا بقدرات الناس وهذا بريحهم أكتر أكتر من هاك خلينا نتحدث لو أخذت موقتي جديدتان وحتى مأيضهم من هاك النقاط في قلية الترهيب للمجتمع الدرزي يلي اعتمد حزب الله واعتمدت بالمرحل الماضي لأن المقون الدرزي هو مقون أساسي وستراتيجي بمنطقة الشر الأوسط يعني في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين هذا المقون عنده بعضه تاريخي وبعضه بأعواصم القرار وتأثيره الكبير فدائما فيه خوف عليه وحرص من مجتمع الدول عليه الأنظمة بالمنطقة دائما بتجرب تسيطر هذا ما نشوفه بسوريا من قبل نظام بشار الأسد يلي عامل ألية معينة لحد سيطر عبر مسؤولين أمنين وغيرها مثلا نتحدث عن محمد أصير الحاج فادي يلي هو شخصية سورية دوره يكوض ويمنع أي انتفاضة للدروز في السويدة ومناطق الدرزية بسوريا تحطي خليهم تحت الرعاية الاستخبارات السورية ويمنع تحركهم على مستوى الداخلي هل يسا نوع من حماية للأقليات يعني البعض بيعتبر أنه كمان هن ما عندهم طائفة أي طائفة هي جزء من نسيذ جل المجتمع ما بتصور في أي خطر يعني إذا كانت التوايف منسجمة دمن الدول وكانت جزء من الدول ما بتصير فيه خطر أما بيكون في عنا أنظمة ديكتاتورية تضطهضة أو بتجرب تسيطر عليها هون بيصير في خطر لأنه في جهات بدأت تلغي الهويات يعني حزب الله في لبنان يحاول إلغاء جميع الهويات من المكون الدرزي وحتى كافة نموذج بالتغير الديموغرافيا وشراء الأراضي والتواسع ومحاصرته بمستعمرات تابعة لحزب الله أيضا الاغتيالات يعني في رفنا كمان اغتيال قادر الطائف الدرزية مثلا منهم عمار ناصر الدين وهو النموذج على كيف ممكن نعمل اغتيالات سياسية نروضهم وبموضوع وليد جمهات تحديدا حزب الله بيعني عنده إمكانية للسيطرة على سلوكه وبيعرف كيف يغير له سلوكه من خلال سلسلة يعني أطر بيستخدمها يعني عم تقولك أنه اليوم وليد جمبلات وإلى جانبه الطائف الدرزية مقوضين من حزب الله يعني طبعا لأنه في محاول للسيطرة على يوم شكل كامل هنا عم بيحكي عن موضوع السيطرة على سلوك وليد جمبلات وأنا هنا بمعلومة جبت من أحد المسؤولين بحزب تقضم اشتراكي من بعض أنه عم ببرر لماذا وليد جمبلات عم بيعمل هذا الإطار على قطوه المسؤولين لأنه يعني بالإطار نقاش وعم بدافع عنه عم بقول أنه وليد جمبلات مضطر يأخذ مواقف متقدمة إلى جانب حزب الله لأنه بمكان ما هو مستفيد من هيئات دعم هيئات أمريكية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالوقت ذاته بيجي أموال من إيران وحزب الله غاضد فمن هذا المنطلق هالأموال تجي لكينات لها دعمه بمواجهة خصومه مثل طلال أرسلين وغائلها فلذلك بدو يحافظ على هذا الأمر وهو من طريق هذا الخيار كيف دو يجي دعم أمريكي إذا هو هالأد علاقة تواطيدة مثل ما عم بتعم تقول بي حزب الله في عم بي عم بي عم عم بي عم بي عم بي عم بين الثنين عم تاخد من وقت مش من وقت شوفي قليني قول بس اكي بداي أحكي معك اليوم عن العلاقة بين مع أنه بس أنه يعني في هلالين بدي أفتحهم مع أنه مش للوقت مش مناسب لها بس دائما بتتكرر أراك بس للتصويب التاريخي أنه القوات اللبنانية كان جزء من التحالف الرباعي ما هو التحالف الرباعي كان بين حزب الله حركة أمال طيار المستقبع للحزب التقدم الاشتراكي القوات اللبنانية وقت اللي كان عم بيتركب الحلف الرباعي كان بعده الدكتور جعجع بالسجن والانتخابات النيابية خيضت وكان بعده الدكتور جعجع بالسجن المكان الوحيد المكان الوحيد اللي نزلت فيه القوات اللبنانية بلوايح مع التحالف الرباعي هو ببعب ده وقت اللي طلع المرحوم الدكتور نعيم نائم لأسباب خاصة داخلية لن أدخل بها يعني بس يعني معارضة بس ما فينا نحط القوات بالتحالف الرباعي لأنه اسمه تحالف الرباعي مش خماسي واحد اثنين بالنسبة للوزير وليد جنبلاط وهون يعني بالدخالي شوية توني يمكن مش كتير بالجوهر وسنو يعني أنا خليني أقول أتفهم أتفهم بين مزوجين خطاب وليد جنبلاط لأنه هو هو يعتبر نفسه أنه هو مسؤول عن طائفة من موجودة بإقليم واحد يعني هو عنده دروز بالجولان تحت سيطرة إسرائيل عنده دروز بسوريا تحت سيطرة بشار وعنده دروز لبنان اللي بين كماشة حزب الله بمناطق عديدة على تميس مشترك فيحاول من خلال هذا الخطاب وبلحظات معينة أن يظهر بمظهر الحامي لهذه الطائفة على امتدادها وعلى تناقضات وجودها الجغرافية هل هو نوع من التبرير أنا ما عم برر له أنا اللي عم بقوله اليوم من هون لا إخواننا بالحزب التقدم الاشتراكي إنه مش ضروري إذا أنتو يعني إخدين هذا الخيار أو الأستاذ وليد جنبلاط إخد هذا الخطاب أن تصبحوا يعني على خصومة سياسية مع فريق المعارضة ومش ضروري على فريق المعارضة أيضا أنه يؤوس على وليد جنبلاط على هذه المواقف لأنه أنا بقرارة نفسي قد أكون مخطئ بعتقد أن وليد جنبلاط في اللحظة المصيرية اللبنانية الداخلية لا يمكن أن يكون غير سيادة لا يمكن أن يكون يعني اللي عمل اللي عمله وليد جنبلاط بالألفين وخمسة وهو دي دخله بتاريخه بيصلبه بالأداءان تبعه بفتكر يعني حتى قاعدته الشعبية إذا بدك أكثر من هيك إذا بتروحي أنت بتشوفي النسيج الدرزي بالجبل هو سيادة وهو مقتنع بخيارات المعارضة وهو أكثر من هيك بس هل يتلاقى موقف القاعدة الشعبية مع موقف جنبلاط من حزب الله بهالفترة بدنا نسأل أنا برأيي القاعدة في مكان آخر ولكنها تقدر دوره القيادة بس كمان فيه شغلة يعني ما تفوتنا أنه هلأ بالمعركة الأخيرة الرئاسية طب أنه يعني وليد جنبلاط كنا نحن وياه بترشيح ميشيل معوات لماذا أنه معكم بالمعارضة لماذا حدر لقاء معرابل عم تحكو فيه عن الألف سبعمية وواحد عم بقلك عم بقلك عم بقلك فيه تميز كبير كبير وفيه أحيانا يعني سجال كتير كبير أنا عم بقول على صعيدة أنا مش مع تغذية هذا السجل أنا مع الحد من تدعيته الداخلية وأنه وليد جنبلاط الزعيم الدرزي يجب أن يعني ينفصل عن الزعيم الوطني اللي هو مفروض يكون برأيي بالطيار السياري لإشكال أنه يخلطون ببعضهم نحن بكرر الخطأ والتجربة التي نعملت بالألفين وخمسة وعم نرجع لعيدة يعني نحن تجربت ألفين وخمسة وهالمرحلة التالتة فوتت لبنان بمتها كبير وكأنك عم بتحمل وليد جنبلاط خلط التوازنات أو التواصل دائما إلى تسويات نوع من تسويات هيك الحلول الترقعية اللي ما عم توصل لحل واحد أو واضح تماما يعني هالتسويات ما فيه نوع من تسويات ترقيع يعني يا ما تسوي شاملة يا ما يصل المطرع فهذا الترقيع اللي دائما هو سياسته بحب يكون يروح عليه هذا عم بيخلينا دائما روح من أزمة وعند أجلها وكل مرة أفتحاق بس ما كان هو بمحل بيضة الإبان اللي خلقت هيدا التوازن اللي كمان بمحل خلصت لبنان من الصدمات الداخلية مؤهرا نحن بعدنا بالصدم مستمر من 2005 لليوم ما خلصنا من هذا الصدم لو كان في حسم للأمور وكان في موقف واضح وصريح وينسجم مع قناعات الطائفة الدرزية ودورة ومتل ما تفضل كما سيد جورج يعني نعرف مية بالمية أهمية هذه الطائفة في تكوين لبنان وفي مصار الأمور والسيادة هذه الطائفة فلذلك هون السؤال مثلا اللي صار بمجد الشمس خلى يعني تبقى الإسرائيلي فرجها براهين وقتل اتهم حزب الله وقال إنه هذا الصاروخ هايك وفرجها صور الصاروخ وعطى الرواية كلها سوا بالمؤمن نحن ما شفنا إلا نفي من حبل حزب الله علما إنه حزب الله كنت كاللبناني بتصدق الرواية الإسرائيلية أو الرواية الرواية حزب الله أنا بدي صدق الوقائع أنا بأطيك مثل شخصي كيف أنا أنا صفحتي على منصة الحمد لله جمع الجيش إلكتروني وحزب الله مخيم عطول كلنا مخيم عند الكل فباللحظة الأولى اللي صارت صارت قصة مجد الشمس ما كنت عارف أنا بس أنا بس أنا بس شوف كمية صور عم بحطوها عا كومنت عندي من مجد الشمس ما شفت أطفال وولاد وخبار مش هارف فوين إنه لك شو عامل حزب الله إنجازات عملها إلى آخره بعد شوية بتصير بتنصحها بسور وتنمحها يعني هاي بفرج إنه هني كانوا بهذا الإطار وكانوا هني عاملين شيء وكيف بيان كمان صحب بنتداول عن إطلاق صواريخ باتجاه الجولان أكتر من هايك ما قدموا شيء رواية غير النفي بينما المقابل صار غير شيء بس بعيدا عن هذا النقطة تبني وليد جملاط لرواية حزب الله خلق أهالي الجولان شوفوا الوقاع قدام من نسبة كتير كبيرة ويقولوا لا الإسرائيلي راح دافع عنا أخذوا للميلة الثانية بدل ما نجيبوا لعنا نحنا ليش ما خطبناهم وقلنا لأ وليد جملاط يدخل يقول الحقيقة مثل ما هي ويدخل على أنه منع الفتنة وقالهم بنا نمنع الفتنة بتخليني بس آطعا لأنه فكرة ما بدي تروع عن بيلي واستعملتيها مسألة بيضة القبان أنا برأي زمن بيضة القبان ولا بالسياسة اللبنانية هذه كان يعني بدعة سورية لإبقاء التوازنات ويحكموا كل الفرقاء بنفس المصدرة اليوم في خطين بلبنان لا أريد أن نضحك على بعضنا في خط تمثل المعارضة السيادية الإصلاحية وفي خط الممانعة من يقف بين هذين الخطين ويحاول أن يعطي لنفسه دور بيضة القبان وأنه أنا بقرر وعم نشوف مش بس وليت جملات بالسياسة الدخلية طيار الواطنين الحر المستقلين كتل عديدة شو طلع بإيضا يعني شو قدرت توفق أو شو قدرت تنتج بالمحصول السياسي سفر ليش لأنه هل أد صار واضح إنه إما بدنا نعمل دولي أولا نبقى بالدولي ما بقى فيه كون عندك موقف رمادة بهذا الموضوع وأنه أنا بدي أصطف كيف يعني شو يعني عدم الاستفاف بين الدولة والدولي وانتو عم بتقول أنا لا أصطف بين الدولي والدولي وكأنك عم بتقول إنه الدولي فكرة موازي لفكرة الدولي وهذا خطأ هذا خطأ بتكوينك الفكرة السياسية لأنه الدولي شيء نقيد الدولي وانتو عم بتقول أنا بالنص يعني أنت على ميلت الدولي حكماً الحزب الاشتراكي عنده دايماً خصوصية للقضية الفلسطينية وعندما يمس أي شيء بالقضية الفلسطينية هن بيتحدões إلى جنبات هل sponsored وهون بس يعني إذا بدك فحو الاختلاف مع توني يمكن أنا لا أرغب بأن أتعامل مع وليد جنبلاط من باب الخصومة من باب التمايز الكبير حاليا بموضوع العلاقة مع حزب الله بس أنه وليد جنبلاط أحفظ له تاريخه بالنضال السيادة وبموقفه من الوجود السوري والاحتلال السوري اللي انتهب لألفين وخمسة وأنه يعني ما نوصل مجانا إلى حد القطيعة مع الحزب التقدم الاشتراكي اللي عم برجع بقول بمحطات كتير قريبة كان معنا بمش المعوض كان معنا بجهاد أزعور وكان عم بيقول بكل صراحة أنه أنا ما بدي صوت لمرشح السناء الشيعي بدنا نحكي بهذه النقاط ولكن بعد الفاصل الأعلن مشاهدين أن نتابع هذه الحلقة من بيروت اليوم مع النائب جرجع عيس وصحافي توني بولوس برحب فيكن من جديد دكتور جرجع نحكي عن ما يحصل بالمنطقة حكينا عن وضع حزب الله وحكينا عن الاستفافات الداخلية كنا عم نحكي قبل البريك عن موقف ولي جملات مما يحصل استيستوني لقى أنه بمحال وكأنه في غطاء من حزب الله مع ولي جملات ولكن البعض الآخر بيشوف أنه لا فيه موقف واضح من القضية الفلسطينية لطالما أعبر عنه الحزب الاشتراكي بدي أخد الموضوع لا استفاف آخر بلبنان اليوم البعض بيشوف أنه القوات اللبنانية تتلقى مع التيار الوطني الحر أكتر من الاشتراكي ولكن لازلت متماسكة بالحلف مع الحزب الاشتراكي يعني في نقاط عديد بتتقو فيها أكتر مع التيار الوطني الحر هلأ خليني أقول أنه يعني موقف الحزب الاشتراكي من القضية الفلسطينية يعني مش حكر لأله أنه نحن شو موقفنا القضية الفلسطينية نحن شو منختلف عن الحزب التقدم الاشتراكي بالموقف من القضية الفلسطينية أنا برأيي مشي خاصة بالمرحلة الأخيرة نحن إتلنا الفلسطيني وصلنا ونحن دفعنا ألاف الشهداء على يد الفلسطيني لأنه كان قوة غاصبة تنتهيك سيادتنا تحاول إقامة دولة بديلة ضمن دولتنا إتلناها بس وقت اللي رجعوا على فلسطين وعن بيقاوموا المحتل اللي احتل أردن طي يطالبوا بحقهم بدولة فلسطينية صاحبة سيادة نحن معهم ومن هذا القبيل يعني ما بفتكر أنه وليد جملات أو غير وليد جملات فيه الدعي يعني حصرية الدفاع عن القضية الفلسطينية ولكن موقفنا من القضية الفلسطينية هل يجب حكما أن يبرر لحزب الله تحت سيطار أنه أنا بدي أحمل السلاح لحرر لبنان وأو حرر القدس وأو حرر كل شعوب الأرض المضطهدة على حساب السيادة اللبنانية وخون الفريق الآخر وإرهب الفريق الآخر تم اتهمه بشيء أكثر تم اتهمه بالاغتيال وعطل الرئاسة وعطل قيام المؤسسات وأعمل دولتي أنا أو دولتي داخل الأراضي اللبنانية هون بكون عبد ناصر القضية الفلسطينية شيئين مختلفين تماما هناك في قضية شعب محروم من حقه عم نطالب له فيه دعمينه فيه مثل كل العرب لا أكثر ولا أقل هكذا يجب أن يكون موقفنا ولكن داخل أرضنا لا ما في حدا يدعي أو يتستر بذريعة حق الشعب الفلسطيني أو مناهضة أو مقاومة إسرائيل لحتى يعطل البلد يمنع قيام المؤسسات فيه يرهب الفريق الآخر ويعطل الحياة السياسية بالكامل هذا ما نرفضه وسنبقى نرفضه يعني برجع بقلك هل نحن مبسوطين وهون أنا بتوجه لكل لبناني يسمعني هل نحن كقوات لبنانية مبسوطين بالخصومة مع حزب الله أكيد لا بس هل خايفين من هذه الخصومة مع حزب الله لا أكبر وصلي من أمين السر العام بالحزب التقدم الاشتراكي لأستاذ إضافر ناصر عن أي نوع من التسويات تتحدث الصديق جورج عائس هل التسوية التي قام بها سامير جعجع مع ميشيل عون بال2016 تسوية مدير إلي مدير إلك تسوية انتخاب مرشح إيران وحزب الله والممانعة كما كانوا يسمونه عن أي دولة يريدوننا أن نتحدث دولة تقاسم المغانم بصفقة 2016 وعندما اختلفوا أصبحوا يتبكون على الدولة والمؤسسات والحديث طويل الاختلاف في القضية الفلسطينية بسيط جدا نحن نعتبر القضية الفلسطينية قضيتنا أما هم فلا لا لا طلع زافر عم بيرد علي أنا مش على مش على توني حكيت شكلك عن التسويات أيضا طيب عظيم إذا عم بيحكيني عن هايدي الصديق زافر يعني اللي بيسمعه بيقول أنه هو رفض الدخول بالتسويق اللي بيسمعه عم بيرد علي هيك وأنا آسف أنه عم بيرد علي هيك ويبدو ما سمعني شو حكيت أنا يبدو ما سمعني شو كنت عم بحكي أو يبدو ما سمعك لألك بس أنه وقتل أنت بدك تعيرني بهذا الاتفاق يعني كي مفروض أنت تبقى برا وتصرخ من برا وتقول يا عيبي شو ما عليكم بس أنت فت وبقيت ولا تزال بهذه الحكومة مع وزراء من أتيار الوطن الحر بقى يعني يعفونا من الدروس وهذا اللي عم برجع بإلك يا إنه نظرتنا المختلفة من سلاح حزب الله ما لازم تحولنا إلى يعني خصومي سيسي إلى تمييز بهذا الموقف يجب أن يخضع الحوار يجب أن يخضع الحوار أما أمكملها أن يخضع الحوار مستمر ومستفيد ومعمق وصريح نحن والحزب الاشتراكي بس ما نجي يعني نتسجل وعم بقل لك برجع بقولها أتو ما سمعني شو كنت يعني أنا خليني معلش وضح شغلي هذا كمان استبائية أنت حكيت عن التسليات يستغل اللي عبوله أنا اللي عبوله يكون مغلبة بالاسم يعني اللي عبوله حرصا على الحزب التقدم الاشتراكي اللي أنا كنل له كل الاحترام وبيعرفوا هني تحديدا أدا بيعني له الموضوع أداش أنا كتبرر لوالي الجملات بكتير من المواقف اللي بيخدها نعطيها البعض معين ونجرب نفهمها ولكن حقيقة اليوم ما فيه أنا صدق الخبرية زيت عشر مرات لأنه عم نكرر نفس اللي صار بمرحلة السابعة وأنا أتلعن بحك عن ألية الترهيب اللي أنشأها وفيق صفا لحتى يسيطر على المجتمع الدرزي هيدا لأنه حارسين على المجتمع الدرزي اللي لازم يكون هو هو شريك أساسي ليس يكون فريق مسيطر عليه عبر ألية تمر مثل ما قالت بوليد جملات تمر بالرئاس السوري وما تفعله بدروز بسوريا تمر عبر التغيير الديمغرافي والسيطة على الأراضي وتصل إلى الاغتيالات السياسية لناس فاعلين بالطائف الدرزي وهذا شيء صار أنا ما عم بيجي أخطرها شيء مصر من الماضي وهنا بيعرفوا تماما أن حزب الله يريد التعامل مع المكونات الفاعلة بأسلوب معين فلذلك رسالتنا لوليد جملات والتقدم الاشتراكي أنه فيه ثوابة لبنانية الانجرار إلى جانب حزب الله تحت عنوان القضية الفلسطينية هو يدور بمصد حزب الله لأنه حيعته برحاله حزب الله عندي صار غيطاء من الطائف الدرزية وعندي شوية مسيحيين وشوية سنة فإذا عندي غيطاء وطني وأنا سأستمر لا بينما إذا كان الموضوع معاكس سيكون في وحدة وطنية شاملة أنه من قل له لحزب الله تاع على الدولة اللبنانية ربما سيشعر أنه بحالة انأيزالية ساعتها يرجع للآخرين وينضم لأنهم فمن هذا المنطلق وليد جملات يخطئ هذه المرة وهذه المرة نحن بلازم نروح على حل شامل وما بقى نعمل ترقيعات اللي عم بيطرحوا ويرجع يقول مثل 2006 التموضع إلى جانب حزب الله طيب بال2006 حزب الله حفظه الجميل ويرجع نقلب عليه وجه هاجم الجبل وقتل شباب من الجبل ونكل فيهم وعمل اللي عملوا فحزب الله حالة غدر موجودة في المجتمع اللبناني منح حالة اجتماعية قائمة ممكن أن يكون في تبادل أو مساومة هذا مشروع ديني إيديولوجي تران وماشي بده يوصل لمطرح يعمل لبنان جزيرة خامنائية رغص من عن المكون الدرزي والمسيحي والسنة وأي مكون آخر موجود لأن هذا منه مش جاية تتعايش معنا جاية تدريجيا وإن فرجينا صورة أخرى هذه صورة التقية المرحلية يلي عم يمططيها حتى يفز بالنهاية نصير ولاية إيرانية طيب على إيران نعم في ظل كل ما تقدمتم به اليوم بالواقع الموجود وتخوف اللبنانيين ربما السؤال الأبرز اليوم اللي كل اللبنانيين حتى بس يشوفونا أو حتى بأعداتهم هل في حرب ما في حرب مصيرهم مصير ولادهم بالاختراب مصير اللي بدون يجعوا على لبنان المختاربين مصير اللي بلبنان إذا بدون يسافروا لبرة الوضع الاقتصادي كيف بدون يتأثر يعني وكأنه عايشين غير الحرب اللي عم بتصير بالجنوب عايشين أيضا بحرب معنوية على كل اللبنانيين في غياب للدولة في وجود لحزب الله حتى ما في خطة واضحة أو أفق واضح للواقع شو بيصير شوفي أنا برأيي وقد يكون يعني الكلام من خارج السياق أنا برأيي في مسؤولية تاريخية اليوم تقع على رئيس مجلس النواب اليوم في هذه اللحظة المصيرية مفترض إذا بده يحكي عنه التاريخ بكلمتين مناح لرئيس المجلس خلي يدعي فورا وبشكل عاجل إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية بدون ما يحط أي شرط تعجيزي لا حوار لا سبع تيام لا عشر تيام يلتزم بالدستور ويوضع كل الكتال النيابية أمام مسؤوليتها بالوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية ويعمل دورة واثنين وعشرة تيطلع مرشح معه خمس وستين صوت لا أعنبول هك لأنه من هون من هذه اللحظة لحظة انتخاب رئيس جمهورية مع ما يشكله ذلك من صدمة إيجابية على الشعب اللبناني وعلى المجتمع الدولي هذا الرئيس الذي سيأتي في هذه اللحظة المصرية قادر يعني يكسر هذا الجمود ويقدر ربما ينتزع من حزب الله أو من هذا المحور إمكانية إخراج لبنان من دوامة العنف والصراع مع إسرائيل نروح إلى تطبيق الـ 1701 يتشكل حكومة يعني قادرة تقوم بمسؤوليتها وتدعم الجيش ويكون في قرار سياسي خلف الجيش اللبناني بالانتشار على كامل خط الليطاني أما أكيد أكيد مع ضغط دولة أممية بالأمم المتحدة لحمل إسرائيل من جنبها على تنفيذ الـ 1701 الحل موجود أقول لك ما هو الحل بس تتوصل إلى هذا الحل المثالي أنا برأيه بدك الأشخاص يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية يتعالوا عن أننياتهم وعن الإيغو تبعهم ويسكروا دينتهم للأجندات الخارجية وما يكونوا أداة طيعة بإيد إيران أو غير إيران لتنفيذ سياسيتها لتنفيذ الضغط عليها أو لإستعملنا ورقة تستعملها بمفاوضات قادمة مع الإدارة القادمة أو حرب القادمة مع الإدارة القادمة هل سيتحمل نبيه بري أو غير نبيه بري مسؤوليته التاريخية هذا لا أعني يجواب لكن أنا أقول لك هذا يجب أن يفعل أستاذ توني نحكي بعدنا بهذا الواقع أنه اليوم كلهم يسألوا عن موضوع الحرب ولكن مثل ما سألت أستاذ جورج أن الحل اليوم بأن الدعوة وانتخاب رئيس للجمهورية ولكن البعض عم يربط أيضا بمسائل خارجية بالدول بالدول الخامس ولكن هل هذه الدول بعدها اليوم من أولوياتها أو ما نقول من أولوياتها ضمن اهتمامات الوضع الداخلي اللبناني يعني عم نشوف في انتخابات بأمريكا في الوضع الداخلي بفرنسا كمان المهتز هل لا يزال لبنان على طاولة هذه الدول يعني بالبداية الاستحاء هو داخل لبناني يعني فيه حل بيوم موحس فيه عن رئيس جمهورية ولكن نرجح لنشوف النواية من أين تنبلش بسنة 22 أو قبل الانتخابات 22 بستة شهر محمد رعد بيقول أي تغيير أو تغيير بالأكسرية الموجودة هو عمليا عدوان إسرائيلي على لبنان وهيدي محاولات لوصول يعني القوة الإسرائيلية إلى لبنان لوصول الإيصال رئيس وحكم موالي لأسرائيل هذا كان بيقول قبل الانتخابات يعني كان فيه إرادة مسبقة إنه إذا إجرى المجلس النيابي مش عجبنا نحن نسكره يعني عم بيخبرنا هذه الحديث قبل الانتخابات إيش لانتخابات ما إجرى النتيجة مثل مدو ما إجرى مجلس النواب طيع بيقدر يحكم مثل ممدو حزب الله فإنه يسكره هون دخلت الإرادات الخارجية وصرنا قدام نعطرين لجنة الخماسية وصارنا نعطرين ضغوطات أمريكية وصارنا نعطرين كل هالأمور لأنه المجلس النيابي مسكر فالدول اللي فيها تعمل فيها تساعد فيها تقرب الناس من بعضها فيها تطرح مبادرات ولكن كل هالمبادرات يخشي بها تترجم مجلس النيابي النبي بره يعني حزب الله هو الوجه السياسي لحزب الله رافض أي مبادرة ما بتصب مطرحته مطرح مهو بده وما بتوصل مرشحه الرئيس الجمهوري وطالما هالعقلية بعدها ماشي وحدها الموضوع مسكر ما في عنا انتخاب لرئيس الجمهوري حتى أشعار آخر ربطوا الموضوع ساعب الإقليم بالمنطقة ساعب حرب غزة هلأ بنا نشوف بالرد استراتيجي والصبر استراتيجي كل هالعبارات وكل هالأمور نحنا موضوع الرئيس اللي بني مرتبط فيها في شي خطير أكتر من هك كمان نحنا مش صائر ولا دولة بالعالم انتخب مجلس نيابي نحنا الحكومة الحالية وبيان الوزارة لا يزال قائم على المجلس نيابي السابق وبعدنا عم تتصرف على هذا الأساس وكأنه هالبيان الوزارة نال سئة هالمجلس نيابي الحالي هذا المجلس نيابي الحالي لا أعطى رأي بحكومة لا أعطى سئة لبيان وزارة ولا أعطى أي دور فإذا بالمنطق وبالأنون أكيد دكتور سيد جورس بيصلح لي هالبيان الوزارة والتزرع بند موجود يشرع بيعتبره بشرع أسلاح المقاومة أو غيرها هل هو سير المفعول مفعول لهذه اللحظة بس هل حالي ومعنى برئيس جمهورية حتى لتشكيل حكومة أخرى وهذه الحكومة أصلا تعتبر تصريف أعمال في حل دستوري يعني فيه إشي يجب أن تعلق في مواد يجب أن تتعلق أنا معك بس حتى رغم كل شي حتى بأسوأ الأحوال في بعض الإشياء استراتيجية للدولة اللبنانية لا يوجد فريق يتصرف فيها يجب أن تعلق بعض المواد بانتصار وصول الحكم جديد وانتخاب وتشكيل حكومة وبيان وزارة يعني ما في يقول اليوم البنل بيقول حق اللبنانيين اللي هن بيعتبروا بمقاومة إسرائيل لا يزال سير المفعول هذا بده إجمع بده حكومة في مجلس نية بانتخاب سؤال رأيه بهذا الموضوع المجلس نية هو ساقط بدون بدون من علق المواد مثل ما تتفضل بس عباك بالمبارسة البيان الوزاري هو للحكومة التي تتمتع بالثقة وطيلة فترة عملها كحكومة هلأ هاي الحكومة مستئلة باعتبارا من أيار 2022 يعني اليوم في نقاط استفهم على البيان الوزاري أصلا يعني كل خطط عملها للحكومة غير دستورية هلأ هي بتصريف الأعمال بحكم الدستور هي بتصريف الأعمال بس هي بعدها مستندة إلى البيان الوزاري لا تملك اتخاذ قرارات كبرى وسياسات كبرى ومن مسؤولة يعني حتى ما فيك تسقطيها ما فيك تسحب الساعة عنها لأنه حكومة تصريف أعمال مستقيلة هاي دي إذا بدك من هيك من عجائب النظام الدستوري والتركيبة اللبنانية لوقت لكتار يقولوا إنه هذا النظام سقط نبيلا هني عم بيحكوا يعني واقع إنه هذا النظام سقط ولكن من بعد سقوطه وين رايحين هاي السؤال يعني من بعد ما إنه نحنا كلنا عم نسلم إنه ما معقولي دولة ما يكون فيها رئيس لمدة سنتين وتستمر بشكل عادي ما يكون فيها مجلس نيابي عم بيشرع أو عم بيحاسب حكومة ما فيها حكومة ما فيها قضاء ما فيها تشكيلات يعني كل مظاهر الإنحلال موجودة بدولتنا بس إنه ما بعد ذلك داي أفتر بدولتنا هلا بيحكوا داي أفتر بحرب غزة بس أنا داي أفتر داي أفتر بلبنان إنه يعني قديش بعد ممكن نتحمل هذا الفراغ الدستوري على مستوى الرئاسي وأنا برأيي وأدى ممكن رئيسي غير الواقع شوفي مجرد يعني انتظام المؤسسات وأنه تكون موجودة ونروح إلى تشكيل حكومة ولو استمرت وقت وهذه الحكومة ترجع مثل ما قال توني ترجع تاخد ثقة المجلس نيابي وتعمل بيان وزاري يعكس الأكثرية الموجودة السياسية في المجلس نيابي وتنال سقطة هذا ينتج دينامية يعني ما نتخبى وراء أصبعنا أكيد ما عنده عصى صحرية هذا الرئيس بيظل التركيب الحالية بيظل وجود دوايلي داخل الدولة برجع بقول وهو هذا السبب الأساسي بوجود طبقة سياسية يعني ما عم تقدر تجدد حالها بالشكل الكبير جدا اللي بيلغي عقلية فاسدة استمرت بحكم لبنان لفترة طويلة وينتج عقل آخر اللي حكم لبنان بس أنه مثل ما بيقولوا الكحل أحلى من العمى أنه يكون عندك رئيس وإمكانية تشكيل حكومي أفضل من هالحكومة الحالية اللي تشكينا عن وزير خرجياتها أنا وخينا توني بس أنه كل إداء الوزراء يعني منه مثالي ربما لأنهم بحكومة تصريف أعمالي كماما بدي أظلمهم كثير بس أنه كل هذا الواقع يجب أن يتغير ولكن من يعطل هذا المسار اللي هو منه مثالي برأيك وبرأيك بس أنه هذا المسار اللي منصوص عنه بالدستور معروف الثناء الشيعي ممثلا بالرئيس بري حاطت مفتاح المجلس النيابي بجيبته وبيقول أنا ما بفتح لكم هذا المجلس ولا أفرج عن الانتخابات الرئاسية ولا أعطي بدي رحلك أكتر من هيك وقليني أولا ولا أعطي لمجموعة وشريحة تأسيسية في لبنان اسم الموارنة موقعه إلا بإرادتي أنا بمرشحي أنا بتوقيتي أنا وبشروطي من خارج الدستور اللي أنا بلاقيها مناسبة عم نقول له لا يا دوت الرئيس بدك تسمح لنا لا لحن نروح على الحوار لا فيك تدعينا على بيت طاعة مثل ما قلنا لك قبل ولا يعني لحن نقبل عم نعرض عليك خيارات حابين نتناقش نحن وياك بالخيارات أنت عم ترفض من ميل وعم تدعينا إلى حوار من ميل آخر وهذا يعني منتهى التناقض والإربيك شكرا لكم أنا أبجار جعيش صحافي شكرا لكم على هذه المقابلة مشاهدينا شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة